بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لبس عليكم بخير كنت من شاء الله تكونوا مزيانة كل أمور كلها على خير وبخير مرحبا بكم في تحيح امتحان محلي موحد مادة اللغة العربية الجميل في هذه الامتحان أنه لهذه السنة يعني امتحان مازال جديد وممكن تلقى الامتحان بهذه الصيغة هذه لأنها ممتحان محيئ جيد إذن هذه الامتحان رسلوا لي أحد التلاميذ باش نصحوا له والتلميذ دال واحدة مجموعة من الأخطاء ولكن الخطر هو دال واحد خطأ قاتل في الإنشاء فلهذا شاهدوا معي أنا قد نصحها بسرعة باش من لين نوصلوا لهذه الخطأ للإنشاء ما نبغي حتيش واحد يدير والله يرضى عليكم لأنه ممكن ما تأخذ حتى نقطة إذا درسيب على الخطأ هذا واضح إذن نبدأ على بركة الله إذن أولا لاحظوا النص للإنطلاق ستلاحظوا أنه طويل شوية فأول ملاحظة قرأ النص وخطويل قرأه كامل وحاول تفهمه لأنك قرأته وفهمته ستجاوب على واحد عشرات تلقنشر نقطة من النص جيد إذن محنة مقاوم موعد طارئ جمع بعض الرفاقي والزرقطوني إذن سنقرأ النص بسرعة تلقطيل محنة مقاوم هذا هو عنوان النص موعد طارئ جمع بعض الرفاقي والزرقطوني على رأسهم كان القصد أن يتداولوا في أمر واحد بسيط بقدر ما كانت الأخبار من كل المتعاونين مع الفدائيين من أعضاء جهاز الأمن هو صعب أن يختفي الزرقطوني لاستعماري تؤكد أن محمد الزرقطوني في خطر كبير والبحث عنه مشدد اقترح الإخوة عليه أن يلتحق بالشمال هناك بعض الحرف ما بينش ولكن أنا طلبت من التلميذ إرسلي صورة أخرى بش نكسبهم ونكسبتهم عندي في الورقة لكن هذه الصورة كانت أفضل لهذا اعتمت هذه الصورة هذه وهناك يجد الكثير مما يقوم به مع بقية الإخوة المشتغلين بسدبير السلاح للمقاومة المغربية إذن نص نحن فهمنا على شكي تحدثي من البداية له ضد المستعمر الغاشم كان الزرقطوني يشعر بالمشكلة شعورا حقيقيا وقويا بل كان يعاني من هذه المحنة بكيفية شخصية كان يستمع إلى آراء رفاقه مدركا الإخلاص والوفاء مقدرا الخوف الجلية على أسرار المقاومة إذا قبض عليه ويستمع لذلك كل يفهمه حق الفهم ثم يؤكد لنفسه ولإخوته أن الوقت لم يحن بعد ويحس إحساسا قاسيا أليما بأنه لو تجاوز حدود العمل الفدائي داخل الوطن لا لفظ أنفاسه يعني لمات في الحين كمدا يعني ألما وغما قبل أن يلفظها بأي سبب آخر كان يفضل أن يرحل شهيدا على أن يترك الساحة نداء الشهادة يتناغم في أعماق ضميره وسمعه أنشودة ساحرة تتراءى في يقظته وحلمه مشهدا جميلا رائعا ويتمثل له الشهيد في سبيل الوطن عريسا يتمثل له أي أنه هو يرى أن الشهيد في سبيل الله عريسا يعني هو العريس الذي قام بالعرس إلى عروسه الغالية الحرية فهو العروس دوله هي الحرية تلك التي يسترخص في سبيلها كل شيء ولا يملك عاشقها إلا أن يلبي نداء الجهاد في سبيل الوطن تلك التي يزف إليها كل فدائي مرفوعا أو يزف إليها كل فدائي مرفوعا بزغاريدي شعبه مشفوعا بحب ملكه ممتعا برضى ربه في الجنة بدار الخلد في مقام رفيع شيء إذا هذا هو النص بسرعة حتى لا أطيل عليكم إذا ننتقل إلى المجال الأول دائما القراءة تمني دي النقط كما تلاحظون عدنا هل النص ينتمي إلى المجال القيم الإسلامية أم إلى المجال القيم الوطنية أم الحضاري إذا نص واضح أنه يتحدث عن الدفاع عن الوطن إذا الإجابة دي التلميذ كانت صحيحة حدد علاقة العنوان بالفقرة الثانية إذا أكيد رجعوا للفقرة الثانية نتأكدوا منها من الفيديو فعلقاوه أن الفقرة الثانية تشرح كما ذكر التلميذ تشرح المحنة التي كان يمر بها المقاوم الزرقطوني أو محمد الزرقطوني اشرح بالمراضي في حسب السياق يتداولوا إذا مر معنا في البداية للفقرة الأولى يتداولوا قال هنا يكررون خطأ يقفون أو يتفقون يتفقون صحيح لكن يتداولون يناقشون ذلك الموضوع الذي هو كلمة يناقشون هي الأصح أو يتفقون حتى يصحح أما يكررون خطأ عاشقها أي يحبها نعم يحبها أفضل أفضل من تعجبه جيد ما هو الحدث الرئيسي الحدث هنا الحدث الرئيسي للنص إذا المحنة التي عاشها الزرقطوني أو محمد زرقطوني عندما أدرك بأنه تجاوز حدود العمل الفدائي داخل الوطن صحيح استخرج من النص العناصر الآتية الحالة النفسية للبطن إذن الحالة النفسية كان خائفا يعني من الشعور الذي كان يشعر به أنه كان خائفا أن يقبض عليه وكان يحس إحساسا قاسيا أليما ممتاز حلمه المستقبلي يتمثل له الشهيد في سبيل الوطن أنه حلمه هو الشهادة حلمه المستقبلي كان ينبغي هنا أن تكون الشهادة واضح إذا قلنا لك استدل عليها تكتب هذا إذن هنا مباشر نكتبه الشهادة واضح إذن إلا لحد هنا الإجابة تبارك الله كانت ممتازة واضح إذن ننتقل إلى التتمة سادسا استخرج أو استخدم الكاتب في النص أسلوبي السرد نحن شرح نفس السرد رقينا في الإنشاء ما معنى السرد وما معنى الوصف مثل لكل منهما أسلوب السرد إذن بدأ يعني بتمثيل لأسلوب السرد كان الزرق طوني يشعر بالمشكلة شعورا حقيقيا وقويا إذن قلنا أسلوب السرد هو أننا كان رتبوا كان رتبوا الأفكار دينا وحتى ترتيب زمني كان الزرق طوني إذن هنا كان يعني تبدل على الترتيب في الماضي إذن فهي صحيحة دائما في أسلوب السرد نعطيه وحد تراتب إلى الأحداث واضح أسلوب الوصف لحظه هو أعطى مشهدا جميلا إذن نحن هو وصفه أن المشهد أنه جميل كذلك صحيح ممكن تعطيه عبارة أخرى سابعا أبرز القيمة التي يدعو إليها الكاتب مع الاستدلال عليها بما يناسب من النص إذا القيمة بانت أنها قيمة وطنية إذا الكاتب يدعو إلى قيمة الحرية وهي قيمة وطنية ويتمثل له ذكرت هنا ويتمثل له شهيدا في سبيل الوطن عريسا يزف إليه عروسة أو العروسة الغالية اللي هي الحرية واضح؟ جيد ما رأيك في قول الكاتب الحرية تلك التي يستلخص في سبيلها كل شيء ولا يملك عاشقها إلا أن يلبي النداء إذن قول الكاتب لا شك أنه صحيح لأن الحرية لا تقدر بثمن كما ذكر صديقكم ويجب على من يملكها أن يحافظ بالرقبة عليها بعد بعدم مخالفته للقانون إذن هنا تعليل جيد واضح؟ إذا الحد الآن إجابة سليمة لكن هنا ستبدأ المشاكل في المجال الرئيسي الثاني اللي هو المجال اللغة أشكل الكلمات التي تحتها خط إذن الكلمات التي مرت تحتها خط هي حقيقيا حقيقيا بما أنه عندها الألف إذن فليها مفتوحة حقيقيا مدركا كذلك عند الألف الخوف ومشفوعا مشفوعا كذلك هناك دائما الكلمة منك يكون عند الألف الناية كتسهل عليها الإعراب ديها لأن الإعراب هو اللي كيكون الهدف منه الشكل واضح تانيا استخرج منها نص اسم مفعول إذن اسم المفعول الذي ذكر هنا هو المتعاونين ثم أعطى المشتغلين وكلهما خطأ لأن المتعاونين المشتغلين هذا اسم اسم فاعل ممتاز اسم فاعل ولكن هناك طلب منك اسم مفعول إذن قلنا الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول الله أرد عليكم هو أن اسم الفاعل إلا كان تلاتر من تلاتر واضح يشتق على وزني فاعل أما إذا كان هو هنفي كتوقع عندما في الإشكال أما إذا كان مشتق من غير التلاتي فهنا خصنا ردوا البال واضح والأمر بسيط جدا إذن لاحظوا معي هنا المثال الأول المقاوم إذا المقاوم هنا اسم مفعول لماذا؟ لأن الحرف ما قبل الأخير منصوب وهنا هو اشتق من الفعل غير تلاتي لأنه إذا كان الفعل غير تلاتي كنحول المضارع مثلا قاوم يقاوم ثم كنحول ليا كنقلب وامين مضمومة قاوم يقاوم مقاومون مقاومون هنا إذا كان اسم فاعل مقاومون مقاومون أما إذا كان اسم مفعول فكان قلبوا الميم كان قلبوا لي ميما مضمومة ثم كان فتحوا ما قبل الآخر المقاومون هذا هو الفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل عقل عليه مزين إذن اسم المفعول يكون ما قبل آخره مفتوح أما اسم الفاعل يكون ما قبل آخره مكسور إذن فهنا المثال اللي اعطانا التلميذ هنا المتعاوي المتعاوي إذن الو مكسورة إذن هذا اسم فاعل كذلك المشتغي غي إذن فكلاهما خطأ المثال الصحيح هو المقاوم مرت معنا في النص المقاومة إذن صحيحة فهي اسم فاعل لكنه جاء مؤنة سنردو البرمج كما أشرت في الدروس لا داعي أنه كررها اسم زمان إذن اسم زمان ذكر في النقطة الميت كما تلاحظون كانت الأخيرة هذا ليس اسم زمان كانت الأخبار هذا لا علاقة له باسم الزمان الوقت أن الوقت أن الوقت هذه جملة كذلك كانت الأخبار كانت هذه جملة وقال لك اسم فهنا أولا نردو البرمج اسم عدنا اسم وعدنا جملة الجملة كتكونك تركب إما من اسمين أو غير ذلك إذن فهذه ليست هي المطلوب إذن فنرجع للنص واضح ونستخرجوا اسم زمان فهذا نخليكم تجاوبوا على هذا السؤال هذا ثالثا ركب جملة ستضمن اسم آلة قياسي مع الشكل إذن اسم آلة القياسي هو الذي مر معنا في الأوزار القياسية الخمسة يملك الحلاق قال هنا التلميذ مقص لا اسم الآلة على وزن هنا مقص ميقص وليس مقص مي بكسر الميم وليس فتحها إذن ميقص إذن هنا قصنا ننتبه إذن ميقص اسم آلة صحيح ميقا ميقص إذن فهو اسم آلة على وزن مفعل 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 واضح جيد أنسب الكلمات الآتية عدنا المنسوب إليه المنسوب التغيير إذن المنسوب إليه الأسرار إذن الأسرار هنا جمع فقلت لكم دائما إليك الإسم في الجمع المتنخص نرجعوا المفرد إذن الأسرار جمعها سر إذن سري وليس أسراري واضح إذن هنا إرجعوا إلى المفرد وإضافتها النسبة البيضاء هنا البيضاوي صحيح حدفت الحمزة وإضافتها النسبة الفتاة الفتاوية تقلب هذه ألف وون وتضافها النسبة واضح جيد خامسا أعرب الكلمتين المضغطتين إعرابا تاما المقاوم محمود نضاله إذن المقاوم هنا خبر أكيد هذا المقاوم محمود إذن هنا محمود هنا اسم مفعول واضح اسم مفعول وهو مرفوع لأن هنا نعت للمقاوم واضح مرفوع على مترفعه الضم نضاله إذن نضاله هنا غد يعمل فيه اسم المفعول ما هو عمل اسم المفعول كما مرمعنا يرفع الاسم الذي بعده لأنه نائب الفاعل إذن نضال نضال هذا نضال نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف والهاء مضاف إليه وهذا هو أول درس نقوله في الدورة الثانية إن شاء الله واضح كسب الإعراب ننتقل إلى الإنشاء لاحظوا معي الإنشاء الإنشاء عشت يوما هنا وقعت تلميذ في خطأ عشت يوما جميلا ومميزا رفقة أصدقائك احتفلت فيه معهم بحدث وطني باريس اكتب موضوعا إنشائيا في شكل يومية تسرد إذن عندنا السرد والوصف فيها وقائع هذا اليوم إذن هنا نجمع لنا بين اليومية والسرد والوصف هذا اليوم مسترشدا بالخطوات المضروسة في مهارة السرد والوصف هي آخر مهارة حطيت لكم فيها الإنشاء راه موجود هو الفيديو ما قبل الآخر لهذا قلت لكم راك يركزوا على السرد والوصف لهذا أخذكم الدبطة إذن هنا أولا عندنا اليومية وعدنا السرد والوصف فاخصنا رضوا البال دا اليومية أول حاجة كنبدوها بكتابة تاريخ ديال داك اليوم والمكان دياله واضح لاحظوا معي هنا تلميذ على ماذا سيتحدث ذات يوم ذات يوم شديد شديد الحرارة ذهبت أنا وأصدقائي إلى المدرسة لاحظوا الذهب هو أصدقائي دياله إلى المدرسة وكان ذلك اليوم عيد وطني واش في الأعياد الوطنية سنقرأه واش ذات اليوم العيد الوطنية سنقرأه لا إذن هنا هذا هو الخطأ القاتل فالأستاذ هنا سيشعر بسداجة التلميذ واضح وبالتالي يبقى يعني يملو قراءة الإنشاء فليهذا اللي أرد عليكم نتابهوا مثل الأخطاء القاتلة ما تدروهاش نتابهوا جيدا دخلنا إلى المدرسة إذن أول حاجة ما حددتش تاريخ دياليوم لأنه يومي يخصنا لا بدنا حدده التاريخ دياليوم واضح والمكان دياله المكان لا بأس المدرسة لكن ما هو هاد اليوم في أي شهر في أي سنة واضح وجدنا لو للبداية بداية الاستهلال تكون هادئة ثم سجدنا إحداث مشكل لإضطراض الإنشاء أو النص ثم في النهاية حل المشكل فهذا لم يذكره التلميذ وبالتاريخ رجع على الصرد والوصف ووجدناه كلها يعني المدرسة وجدناه كلها مزينة بالأضواء الملونة والرايات الحمراء المغربية وعندما اجتمع جميع التلاميذ القينا النشيد الوطني بصوت عالي وعندها وعندما انتهينا ذهبنا إلى قاعتنا التي كانت توجد بالطابق مكتوبة خاطئة الأسفل مقابلة للإدارة إذا لاحظوا هنا شيء من الوصف لكن لم يصف لنا التلميذ الذين كانوا معه لابد من وصف الشخصيات وسيماتهم الداخلية والخارجية تلميذ كان أسوات تلميذ أبيض تلميذ كذا تلميذ بشوش تلميذ قبيح وهكذا وهنا كذلك غياب كما أشرت المشكل لا بد من إحداث المشكل اللي غاد نحلوه في النهاية وعندما دخلنا شرح علينا الأستاذ بأن هذا اليوم الوطني يسمى عيد العرش نحن في عيد العرش نقلسه ما سنقرراش وضح إذن هنا قلت لكم أن هذا خطأ قاتل في الإنشاء رغم الأخطاء الأخرى وضح وهذا الشيء أشرت لي كثيرا في الإنشاء لهذا الله أرد عليكم رجعوا للقناة وخذوا الأمور اللي أنا أعطيكم بجدية وإن شاء الله أكيد أكيد هتحصلوا على نقاط متميزة تلا أطيل عليكم السلام عليكم ونحسو الله وبركاته شكرا